مصر تقرأ ده عنوان واحدة من أهم المبادرات اللي بتشارك في معرض القاهرة الدولي الكتاب في نسخته الخمسة وخمسين من خلال المكتبات المتنقلة اللي بتشارك للمرة الأولى في المعرض بمجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة خاصة للأطفال اللي بتشهد إقبال من جمهور المعرض خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة ومشاركة المكتبات المتنقلة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من الأستاذ عمر أبو بكر مدير التسويق والخدمات الخارجية في مكتبات مصر العامة أهلا بك يا فاند أهلا بك حضرت صباح الخير يا حضرت يعني إيه مكتبة متنقلة بداخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أنا حب أعرف يعني إيه نشاطها أبرز الأماكن اللي يمكن بتكون فيها بتتنقل بداخل المعرض ولا لا حكي لنا أكتر تمام هي المكتبة المتنقلة موجودة لأول مرة في تاريخ المعرض السنادي في الدورة الخمسة وخمسين من خلال تعاون ما بين مكتبة مصر العامة وما بين الهيئة المصرية العامة للكتاب متواجدة بجوار جناح الطفل اللي موجود داخل المعرض هم مكتبتين متنقلين موجودين السنادي المكتبات المتنقلة موجود معها أنشطة مصاحبة للأطفال بنعمل أنشطة يعني عشان نرفع وعي الأطفال ونشجعهم على القراءة وكمان بنعمل فعاليات للكبار المكتبة المتنقلة بتقدم استعارة كتب من داخل المعرض يقدر أي حد من زوار المعرض يعمل كرنية عضوية سنوي في المكتبة المتنقلة عشان يبدأ استعارته من داخل المعرض وبعد كده بيتردد على الأماكن اللي بتروحها المكتبة المتنقلة في مصر نحن عندنا حوالي تسع مكتبات متنقلة منهم تلاتة بيجوبوا القاهرة ومنهم حوالي سبع أو ست مكتبات بيروحوا المحافظات قرى حياة كريمة فوجودها هو بجوار جناح الطفل بتقدم أنشطة طول فترة المعرض بتقدم اشتراكات فورية فيها بأسعار رمزية عشان الناس تقدر تستعير الكتب وده الهدف ده مصر تقرأ المبادرة اللي هدفها التشجيع للقراءة عظيم سوز عمر مين اللي فكر في الموضوع ده احنا مكتبة مصر العامة كنا الهدف من إنشاء المكتبة هو التشجيع للقراءة المكتبة تم افتتاحها فرعها الرئيسي سنة 95 اتفتح فرعها الثاني في الزتون سنة 99 وفي 2014 كان فيه فرع ثالث لها في الزوى الحامرة سعدت السفير عبد الرقوفي رئيس مجلس الإدارة بياخد منهج الفروع بتاعت المكتبة فيه حوالي لغاية النهاردة فيه حوالي 22 فرع في المحافظات فالفرع بيكون تكلفته عالية الفرع السابت بيكون تكلفته عالية لأنه بيكون مبنى كبير فيه ناس كتير كدوا تطلب افتحوا فروع عندنا مش كل الأماكن كنا بنقدر نفتح فيها فروع بنحاول دايما وبنتوسع ولكن فكرة المكتبات المتنقلة سهلت الموضوع ده المكتبة المتنقلة هي عبارة عن بص مليان كتب مع فريق عمل مصاحب من أخصائيين التسويق والخدمات الخارجية للمكتبة بيسوقوا عن فكرة القراءة بيعملوا خدمات اللي بتحصل في المبنى في اللي هو الفرع السابت بيعملوها بره في مواقع الخدمة اللي هم بيروحوها الحمد لله لما عملنا أول واحدة ونجحت توسعنا دلوقتي عندنا حوالي تمانية إن شاء الله كل سنة هنزود لأسطول مكتبات مصر العامة المتنقلة لأن الفكرة نجحة والهدف منها تم تحقيقه الحمد لله طيب إحنا بنتكلم على العربات بيبقى فيها يعني بتبقى limited أكتر مش زي مثلا مبنى كبير بتبقى محدودة أكتر في اختيارنا للكتب بتختار الكتب على أساس إيه هل هي الأكتر مبيعا هل هي فئات خاصة إن وإحنا بنتكلم قبل الهواء حراك قلتلي إن إحنا مش بنا هدفنا مش بس مثلا أطفال أو كبار ده مكتبة عامة فعايزة أعرف بتختار الكتب في العربات بداخل معرض القاهرة الدولي الكتاب على أساس إيه تمام هو نفس الأساس اللي بنختار عليه الكتب في المقر الرئيسي للمكتبة المتنقلة كل مكتبة متنقلة بيكون لها مقر رئيسي ففرع الدقي اللي هو الفرع الرئيسي ليه مكتبة متنقلة فرع الزاتون ليه مكتبة متنقلة فرع الزاوية الحمراء ليه مكتبة متنقلة وكل فرع إقليمي بيكون ليه مكتبة متنقلة بياخد الكتب بتاعته من الفرع السابت بتاعه لو خدنا مثل الفرع الرئيسي في أكتر من مئة ألف كتاب بيتم تجددهم بشكل سنوي أنا وأنا قاعد مع حضراتكم دلوقتي بنتكلم فيه فريق عمل موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب عنده دور جنب الدور اللي احنا بنعمله إنه يختار الكتب الجديدة اللي تتوافق مع الاتجاهات القرائية للأعضاء بتاع المكتبة فالفرع المتنقل بيستمد كتبه من الفرع السابت فبيتتغير الكتب بشكل مستمر يعني مثلا أنا أقول له حريك مثال لو أنا رايح نادي بالمكتبة المتنقلة طبيعة الكتب اللي باخدها غير لما بكون رايح مدرسة غير لما بكون رايح حي سكني فده اللي بيحدده ايه المكان اللي احنا رايحينه طبيعة الجمهور اللي موجودة فيه صحيح القراءة فيه تختلف كمان حسب المحافظات حسب القراءة كمان اللي في المحافظات طبعا لأن الاتجاه في القراءة بيختلف حسب العمر حسب البيئة حسب المحيط اللي موجود فبناء على ده بنختار الكتب وبنجددها بشكل شهري الميزة في المكتبة المتنقلة إن المكان اللي بنروحه مرة بنروحه مرة كل شهر لأن الاستعارة بتتم بشكل شهري عشان احنا عايزين مجتمع قارئ مبادرة مصر تقرأ هي شعارها نعمل لتصبح القراءة حياة عشان تبقى القراءة حياة لازم نهتم بالنشأ الصغير من وهو صغير يتعود على القراءة زي ما احنا تعودنا واحنا صغارين في قصور الثقافة وفي المكتبات العامة اللي كنا بنزورها نبدأ نعمل توازن ما بين استخدامهم للتكنولوجي وما بين المكتبات المتنقلة بالقراءة هي فكرة جديدة بس الحمد لله يعني إلاقة رواج ونجاح الحمد لله طب هل ده معناه وانت بتقول انه الاستعارة بيكون بشكل شهري وبنزور المكان كل شهر مرة هل ده معناه ان المكان بيفضل ثابت على طول؟ كل مكتبة متنقلة لو احنا بصينا هنلاقي في الواقع لها حوالي 18 موقع خدمة موقع الخدمة ده اكنه فرع للمكتبة فبدل ما انا افتح مبنى واحد هو فرع واحد لا المكتبة المتنقلة الواحدة بتفتح لنفسها 18 فرع موقع خدمة ثابت موقع الخدمة ده بيكون متاح لأي حد من الجمهور المحيط بي استخدامه يعني لو احنا داخل مثلا مركز شباب الجزيرة وده من الاماكن اللي احنا من روحها مركز شباب التجمع الاول مركز شباب الشيخ زايد في اكتوبر المدينة الشباب في الاصمرات اماكن كتير جدا متاح لأي حد من خارج هذه المؤسسة ان هو يدخل يستخدم المكتبة المتنقلة وده بيكون الاتفاق مع المكان اللي احنا او موقع الخدمة اللي احنا موجودين فيه فهي بتاخد 18 موقع خدمة كل مكتبة متنقلة بيتم اضافتها بتعمل 18 موقع خدمة ليه 18 عشان هو ده القدر اللي نقدر العربة الواحدة ان هي تشغله لانه بيبقى فيه شغل بنحضر انشطها للاطفال بنتبع كالنهات بتاعت العضوية بتاعت الاعضاء عشان بيبقى معاك النيل اللي بيستعير بيكتب ف18 موقع خدمة كافية جدا للمكتبة المتنقلة الواحدة فلو حسبنا لقينا ان الاعداد كبيرة جدا انت كنت لسه بتكلم دلوقتي عن الانشطة وخلينا نرجع مرة تانية للمعرض والعربات بتقدم هناك انشطة احكي لنا عنها اكتر بتعملوا هناك تمام احنا متمركزين بجوار جناح الطفل جناح الطفل يعني بيقدم انشطة متواجد جواه دور النشر اللي بتبيع الكتب بتاعت الاطفال المعرض الحقيقة ليه صبق في اختياره وهو اختيار مميز السنادي لشخصية معرض الطفل اللي هو يعقوب الشرون ده صحفي وكاتب في قصص الاطفال له شأنه طبعا فاحنا كمان جنب جناح الطفل احنا مكتبتين متنقلين عامنين مساحة كبيرة جدا بنقدم انشطة حكي بنقدم مسابقات بنقدم تلوين بنقدم فنون بنقدم كمان ورش لتنمية مهارات الاطفال كل ده بيتقدم مجانا بجوار جناح الطفل في مكان مفتوح واضح لكل زوار المعرض حققت رواج كبير جدا احنا في يومنا الخامس بنتكلم مليون ونص زائر للمعرض فده رقم كبير لو استمرنا بنفس الاداء ده انتو كاليكم نصيب كبير من الرقم ده احنا مكان مفتوح الناس كلها شايفانا اي حد رايح جناح الطفل بيشوف المكتبات المتنقلة النشاط بيتعمل قدامه بشكل منظم فبيبقى عايز يشارك في ده فكان لينا نصيب كبير واكملنا ان احنا نستمر كده لنهاية المعرض ان شاء الله وكل تأكيد الناس اللي بيزوروا المكتب عندكم اللي موجودة في المعرض وزي ما حضرتك ذكرت بيجول الاستعارة كتب والاستعارة دي مهمة جدا عشان برضو بعض الناس اللي ممكن تشتكي من اسعار الكتب اللي موجودة على الرغم من موجود تخفيض لا في عندنا الاستعارة ودي حاجة مهمة جدا ونحن صغيرين كده احنا متربين على موضوع الاستعارة ده احنا عايز اقول لحضرتك على حاجة حاجة ممكن تستغربها بس هي واقع اشتراك المكتبة السنوي 20 جنيه في السنة للاطفال 30 جنيه في السنة اللي هو الكرنيه الكرنيه المكتبة السنوي اللي بيتاح له كل شهر استعارة خمس كتب يعني مش كل كتاب لا يا فندم طيب فهمنا الموضوع ده العضوية نفسها العضوية في المكتبة الرمزية اي حد من اول ثلاث سنين يقدر يعمل كرنيه في المكتبة السنوي الكرنيه ده اسعاره حسب العمر لو تحت 16 سنة هو 25 جنيه في السنة فوق 16 سنة 30 جنيه في السنة فوق 30 سنة 40 جنيه في السنة بيقدر طول السنة يستعير كل شهر خمس كتب ياخدهم يقراهم يعني يقدر يقرأ ستين كتاب بأشرين جنيه مفاجأة كمان بقى عشان نشجع العيلة ان هي تقرأ كتب اشترك عائلي لو العيلة كلها اشتركت في المكتبة بتاخد تخفيض 25% على الارقام اللي انا قلتها لحضرتك ده احنا مش هدفنا ربح احنا هدفنا اقراءة هدفنا ان الناس تبقى وعية وما يدخلش علىها الا المعلومات اللي مبنية على معلومة صحيحة حتى اختيارات الكتب هنم نختارش اي كتب اشتعرف يا فكرة حلوة قوي ليه يعني انا من الناس بحبت جدا انا اشتري كتب بس ابتدي فيها وما بلحقش خلصها فكرة الاستعارة دي حلوة قوي ان انا محتاجة هستعير الكتب دي هقراها هخلصها شارجها واجيب غيرها بدل ما تبقى عندي خلصا هكمل بعدين واجيب كتاب جديد وساعد بتحاول تخلصيها بسرعة عشان تلحق ترجعيها بمعادها عشان تردي غيرها الاكتر من كده كمان ان احنا حتى لما بنجي ان احنا حد بنقوله ايه حريك اشتري الكتاب بغض النظر عن سعره غالي او رخيص حريك قريته انت ركنته في مكتبتك حياة الكتاب انتهت هنا حياة الكتاب انتهت هنا لكن مكتب عامة باستعارة حياة الكتاب مستمرة حريك قريته رجعته انا اخدته ابني بعد كده اخده حد كبير بعد كده اراء الكتاب بيفضل حياته مستمرة هل ده على كل الكتب يعني بنتكلم على كل فئات الكتب التاريخية مثلا اجتماعية غير وغير وغير كل حاجة الحاجة الوحيدة اللي ما بيتمش استعارتها هي مراجع الكتب الكبيرة جدا اللي ماينفعش تخرج برا المكتبة لكن كل الكتب في كل مجالات المعرفة البشرية موجودة داخل المكتبة ومتاح استعارتها بنفس النظام اللي انا حكيته لحضراتك ده لكن المراجع دي لو حد عازم منها معلومة بيجي للمقر المكتب طبعا داخل المكتب ومكتبات المتنقلة طبعا وسواء كانت عربي او مترجمة او غير كل اللغات يا فن بيتم تحديث طيب الكتب كل سنة انا بقول لحرك وانا يقعد محرك دلوقتي في اصدارات جديدة اه يا فن بي في فريق عمل بينزل يختار من معرض دقارة دولي للكتاب اختياراته عشان دور النشر بعد كده تمد المكتبة بالكتب دي خلال شهر من دلوقتي كل الكتب الجديدة اللي نزلت في معرض دقارة دولي للكتاب هتكون متاحة للإستعارة داخل مكتبات مصر العامة والمكتبات المتنقلة بتاعتها طب ايه الفئات الاكثر اقبالا عليكم في معرض دقارة دولي للكتاب طبعا الاسرة المصرية كلها كلها يعني الاطفال بشكل كبير بس انا ليه بقول الاسرة المصرية لان الاب والام نزلين من بيتهم النهاردة رايحين معرض دقارة دولي للكتاب عشان يبدأوا عادة القراءة عند ولادهم هي فسحة احنا كلنا عملناها واحنا صغيرين فهما بيبدأوها مع ولادهم فهما اصلا الاب والام نزلين في نفس الوقت وهما بيتبستوا يعرفوا يعني ايه قراءة يعرفوا يعني ايه كتب يبنوا الوعي بتاعهم بالاضافة ان هما كمان الاب والام احيانا كمان بيستعيروا من عندنا كتب وبيشتروا من معرض الكتاب الميزة كمان الاكبر والاهم من وجودك داخل المعرض هي مسألة الاستعارة يعني هو المعرض ليه مدة 12 يوم لكن فيه ناس راحت وعملت الكرنيهات بتاعت العضوية او ناس كان معها كرنيهات العضوية قبل كده ودخلت الاستعارة بعض الكتب الناس دي هترجع كتب ازاي هترجعها للفرع اللي موجود في المحافظة اللي هم جايين منه فهو دلوقتي يعرف ان فيه فرع موجود في المحافظة بتاعته لو ما كانتش يعرف وعارف النشاط بتاعه وبدأ يتكلم مع اصحابه كمان المكتبة بيتموجود فبقى يحقق رواج اكتر للمكتبات المتنقلة وهيكمل رحلته هو ما انتهاش الموضوع هو بدأ هو بدأ من داخل معرض القرار الدولي للكتاب ومش هينتهي ابدا عايز اقول لحرارتك ان انا انا شغال في المكان اللي انا شغال فيه ده مكتبة مصر عامة بقى لي حوالي 14 سنة شفت اطفال وانا ببدأ لسه صغير في المكان ده معاكم لحد دلوقتي كبار ما شاء الله عليهم شفناهم وهم بيكبروا شفناهم دلوقتي هما بيشتغلوا بيكلمونا وبيقولولنا اخبارهم انتوا اللي كبرتوهم انتوا لو صنعتوهم انتوا اللي كونتوا المكتبة المكتبة هي اللي كونت الشخصية دي طبعا انا واحد منهم انا كنت صغير وبروح المكتبة دي وشاء ربنا ان انا خش اشتغل في مجال المكتبات واشتغل في المكان اللي بحبه انا من وانا طفل بحبه فمعظم اللي شغالين في مكتبة مصر عامة ده عشقهم الكتب القراءة فشغالين بحب فتلاقي الشغل طالع مش بشكل معتاد هي دي الفكرة طب انت بتخلص كم كتاب في السنة انا يعني يعني انا معجون وسط الكتب يعني انا بقرأ الكتب عشان اقدر انصح زوار المكتبة يقروا ايه يعني ساعات اسمع عن كتاب جديد انا ممكن يكون مش متوافق مع القراءات بتاعتي بس احب اقرأه عشان لما ييجي طفل او شاب يسألني هو الكتاب ده حلوة ولا لأ اقدر اقوله احنا كلنا اخصائيين مكتبة بس اخصائيين مكتبة في مجالتنا انا اخصائي مكتبة ولكن بردبة مدير تسويق وخدمات خارجية بطلع اعرف الناس عن المكتبة ولكن في الاول وفي الاخر انا اخصائي مكتبة بحب الكتب فما اقدرش اقوله حريك عدد معين لان انا بقرأ كتب كتير ما اقدرش احصيها يعني وفي الاخر اللي يهمني اكتر كام واحد ارى كتب صحيح من المكتبة المتنقلة لكن انتوا عندكم فعلا متخصصين داخل المكتبة ينصحوا الناس طبعا 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 اقوله حريك مثال على المكتبة المتنقلة فريق عمل المكتبة المتنقلة الواحدة يكون حوالي 4 او 5 اخصائي خدمات خارجية منهم واحد دوره الوحيد من هو متواجد داخل المكتبة المتنقلة داخل العربة المتنقلة عشان يساعد الناس يختاروا ازاي الكتب من داخلها يعني حق لو فيه كاميرا جابت المكتبة المتنقلة من جوة المكتبة متقسمة وفقا للمجالات كتب الاطفال في جانب من البص كتب الكبار في جانب تاني ومتقسمة حسب الموضوعات فيه اخصائي خدمات خارجية دوره الوحيد يرشح من يشاعد حضرتك ويرشح للك كتب انت عايز تقرأها ساعات يطلع حد مش عارف هو عايز يقرأ ايه فيقول انا بحب مثلا اقرأ رواية 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 اقرأ حاجة علمية بس هو مش موجه نحيط حاجة معينة اخصائي خدمات الخارجية المضرب على ده بيوجه وعارف الفئة العمرية دي ناسبها ايه من الكتب طبعا طبعا الحمد لله هي فكرة جميلة واحنا فخورين بيها الحقيقة طيب يعني انتو كمان كان لكم تواجد مهم جدا في قرى حياة كريمة كلمنا عن يمكن اللي انتو عملتوه هناك قد ايه من الهالي القرى ابتدوا يستعينوا منكم كتب هل ده حصل اصلا ولا لا كلمنا اكتر حصل افندم وفيه يمكن انا معيش المتاريالز دي دلوقتي ولكن في فيديوهات اتصورت للاطفال في قرى حياة كريمة وهم منتظرين المكتبة في زيارتها الشهرية ودخل عليهم وهم مبسوطين جدا وهم كمان زعلانين وهي ماشية بس بيفرحوا بعدها بشهر لما بتجيلهم تاني استعارات الكتب موجودة برضو شغالة بس احنا يمكن التارجت اكتر عندنا في موضوع كرة حياة كريمة هي زيادة الوعي اقناعهم باهمية القراءة بالتشجيع عليها باعلقته كمان بدراستهم وبتطوير حياتهم فده كله منفذ الحمد لله احنا عندنا ستة من المكتبات المتنقلة بتاعتنا بتروح قرى حياة كريمة ان شاء الله السنة الجاي بقى 12 كل سنة هنحاول نزود لان احنا 22 فرع عايزين لكل فرع في المحافظات مكتبة متنقلة بإذن الله عظيم التطور التكنولوجي زي ما دخل في كل المجالات دخل ايضا في مجال الطباعة والكتابة والنشر وخلافة هل ده اثر على الاقبال على المكتبات العمية نشوف طبعا محتوى رقمي بعض الناس بدأت تفضل المحتوى الرقمي الموجود على الانترنت وتقراب بعض الناس بدأت تخلي الكتب يعني منطوقة يعني بعض الابليكيشنز او المواقع بتاخد الكتب بتسجلها تبقى كتب صوتية هل ده اثر على قراءة الكتاب مسك الكتاب الورقي نفسه عندنا حسب الفئة العمرية من وجهة نصري يعني حالك لو سألت اي حد من جيلي انا او الجيل الاصغر مني شوية او الاكبر مني شوية يقول له حالك انا بحب الكتاب اللي في ايدي بحب اقرأ الكتاب تمام استعارة الكتب حفظت على وجود الكتاب ليه بقى لان حتى لو الكتاب سعره غري انت كده كده بتستعيره وبتقرافها بتفضل ليك علاقة بيه الجيل يمكن اللي بيطلع الاصغر مننا قوي اللي هو في جيل ابني مثلا باستخدامهم من التكنولوجي يبقى عالي قوي فبيحبوا ده انا واحد من الناس لو سألتني وناس زي كتير يقول لك انا ما اقدرش اقرأ كتاب واتبسط بيه في موبايل او تابلت ولكن الصغيرين بيحبوا ده بنبدأ احنا بقى نرجعهم تاني لفكرة استخدام الكتاب خلي بالحضرتك هو لازم يكون فيه توازن في الموضوع ده لان التكنولوجيا هي حاجة مهمة ولازم نكون مدركينها يعني احنا عندنا احنا في مكتبة مصر العامة عملنا تعاون مع منصة الالكترونية اسمها نوري دي منصة متخصصة في كتب الاطفال بتعمل محتوى رقمي لكتب الاطفال بيقدر الطفل يستخدمها ولكن المحتوى اللي موجود عليها محتوى ما بيأثرش على عقل ووعي الطفل بأي شكل من الاشكال اللي بشكل إيجابي وفي نفس ده احنا ماشيين في نفس طريقنا احنا بنحافظ على الكتاب الورقي نشتغل عليه فيه تأثير فيه تأثير أكيد بس احنا بنحاول نخلق توازن ما بين ده وما بين ده مش حاسة ان انا قادر اقرأ كتاب يعني نوفل مثلا او رواية على تابلت يعني الرواية دي لازم انا اندمج فيها جدا على الكتاب يعني اقراها واتني الصفحة كده لو مستعير الكتاب مش هعمل كده بس لو هو بتاعي هاتني الصفحة وشغبط في الورقة وهعلم انا فعلا فيه كتب بعض الكتب بذات النفسية فيه حاجات بحب اجيب ماركر كده الفوسفوري ده وعد علم على الحاجات بس حاجة ما تقوليش كده عشان ما بنحبش الناس تعمل كده في كتب مستعر لا ما انا بقول لا ما انا قلتلك لا انا ما بعملش كده في كتب مستعر لا انا بهزر انما لو كتاب بتاعي انا هبقى بعمل كده قصد دي فكرة الورقة نفسها مهمة فيه علاقة بين حاجاتك وبين الكتاب ده كل جيلنا بيقول كده بالضبط الأجيال الأكبر والأجيال الأصغر انا في جيل ابني اللي عنده سبع سنين بيحب اكتر التابلت وبيحب اكتر يقرأ كتب على التابلت بس انا بفهمه ولما بقى جبت له كتب منهها صغير وبدأت أخليه يمسك الكتاب بنى العلاقة دي مع الكتاب فبدأ يحب يمسك الكتاب في ايده زي ما حضرتك بتقولي هتقرأ ازاي رواية من غير ما تمسكها في ايدك وتبدأي بخيالك تبني الصورة اللي انت بتقريها التابلت التابلت ممكن يكون بيوفر ده لبعض الناس بس رواية طويلة زي ما حالك بتقولي الكتاب بتحضرتك بتقتنيه انت بتقتني كتاب بيفضل معاك بتحبيه بيبقى فيه فيه ناس احيانا بتيجي اتناقشنا في الموضوع ده طب انا عايز اشتريك كتاب انا مش عايز استعيره ليه مش كل الكتب بنقوله كده بقى مش كل الكتب اللي بتقراها تقتنيها في كتاب انت بتحبه ده اللي ممكن بعد ما تقراه بعد ما تستعيره وتقراه تروح تشتريه عشان يفضل في مكتبتك انتو عندوك الامكانية دي برده من خلال ايه بقى يا فنديم من خلال معرض لبيع الكتب المستعملة بيتعامل مرة كل شهر المعرض ده عبارة عن ايه الكتب اللي بقت ما ينفعش تبقى موجودة على رف المكتبة نتيجة انه ممكن تكون قدمت شوية فميجيب نسخة اجدد منها عشان تفضل تستحمل استعارة الكتب بتباع باسعار رمزية من اول جنيه لغاية عشرة جنيه ممكن يكون سعر الكتاب الاصلي اغلى من كتاب كتير بس في الاخر بدل ما الكتاب ينتهي دورة حياته حالك ممكن تشتريه بسعر رمزي وتحطه في مكتبتك يبقى انت اقضانية الكتاب بعد حياته الكتاب مكمل كمان ممكن اديه حد من صحابي حد من قريب اخواتي الكتاب هيكمل كمان طيب انتو هل عندكو خطة بعض المعرض احنا كده كده شغلين في نفس الشغل بتاعنا كان هدفنا من وجودنا في المعرض التعريف بالدور ده التعريف احنا موجودين فين المكتبات المتنقلة مواقع خدمتها ايه القرى اللي بنروحها في حياة كريمة ايه هي احنا مكملين اه عندنا خطط مصر تقرأ هي مبادرة طموحة احنا شغالين في اكتر من قطاع شغالين من خلال المكتبات المتنقلة على قطاع النوادي راجز الشباب الاحياء السكنية احنا بنروح على سبيل المثال الاسكان الاجتماعي في 6 اكتوبر الجديدة المدن البعيدة اللي في اطراف القاهرة والجيزة احنا بنشتغل عليها عندنا طموحات كبيرة جدا عندنا طموحات عشان كده اخترنا الاسم بتاع المبادرة مصر تقرأ فخطتنا كلها ان نقدر نقنع اكتر عدد من المصريين ان احنا نحافظ على قراءة اكتر طموحة والاهم من انها تنفذت على ارض الواقع شكرا لك وشكرا لأستاذ عمر عبد بكر مدير التسويق والخدمات الخارجية في مكتبات مصر العامة بنشكرك على تقرأ شكرا عزين فاني انا شاكر له حضرتك